السلام عليكم متابعي قناة ديلي سنورا اليوم سوف نرى طريقة تحضر الحلوة المشاكة والله الحلوة التي تجي بحل شكل البقلوة غير هي بالورقة البسطلة مقطعين على هاتشكل هذا رقيق كتجي اكتر من رائعة لا تنسوا الضغط على زر الاعجاب وكذلك الاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس باش دائما تصلوا بالجديد ديال الوصفات نخليكم مع المقادير وطريقة تحضر وفرجة ممتعة بالنسبة لهذه الحلوة كن نستعملوا فيها اما الكوكو ولا الفول السوداني ولا اللوز يعني كتاخدوه مقشر ولا كتاخدو الكوكو هكا كبقشورو وكتسلقوه وكتفسخوه وكيعطيكم بحال هاتشكل هذا كن نديروه في زيت ساخن باش هكا كيتقلاوه لكن ما تخليوه شي يتقلا بزاف يعني غير تنوعلي غير على ما يبدأ يتحمر وتحيدو لان هو كيكمل القليد يالو وهو خارج الزيت يعني باش ما يتحرق لكم شوية تذيك المرورة من الاحسن تقليوها غير شوية يريبا لكم بدأ كيتحمر سافي وتحيدوه سافي عودة الكوكو دينا تقلى انتو ما شوفوا اللون اللي فيه يعني ما زال بارد شوية ما مقليش كامل ولكن صدقوني راغير من اللي كتحطوه في هكا في جبانيا ولا في شي حاجة اللي ممكن انكم تخليوه فيها كتسمعوه ما زال بقي كي يتقلى سافي غادي نحيدو هنيا وغادي نعود ندير لاخورة تقلى بالنسبة لي انا هنيا عندي كيلو ديال الكوكو ولكن غادي نستعمل من نوجوج ديال الحلوات غادي الحلوة هادي المشاكة يعني ناخد نستعمل فيها نسكيلو ديال الفول السوداني ولا الكوكو وبالنسبة للاخر غادي نستعملو الحلوة ديال الرخامة شاء الله غادي تلقوها في القناة من بعد هاااااااااااااااااااااااااااا سافي ها 3 هاتي اللي كان نحتاجو لاس lon應該ب Awet الثانية. دابا هنه غادي ندوز باش نطحن هاد الكوكو. هنطحنه مع عندي هنا قلت لكم نسكيلو ديال الفول السوداني. هدي نستعمل نص ديال نسكيلو هي مئتين وخمسين قرام ديال السكر غلاسي. ولكن انا ما كان عبرش في الحقيقة كان بقى نزيد غيب المعلقة ونطحن. وغا نستعمل مزهر. اشتركوا في القناة كنديرو الكوكو ديالنا ولا اللوز في الماكينة باش نطحنوه. وكنزيد معاها السكر غلاسي. بحلقة. بغيتو زيدو معاها ما زهر زيدوه هنايا. ما بغيتوش كتخليه حتى كتتحيدوه في في الاخر في شي جبانية ولا في شي تبصيل وبعد زيدوه. غير هو اللي اساس هو خصويت تطحن مزيين. كيجي بحل العقدة ديال كعب غزالة. تقريبا بحلها. سوف نستمر على الطريقة هذي بحلقات. سنتحن جميع هاد الفول السوداني اللي عندي. ونعود نطلقها معكم باش نوريكم الطريقة اللي كنستمر. سوف ندوز باش نخوف شي قسعة ولا جبانية اللي فاش غادي ننجمع هاد العقدان تاي. ومن بعد غادي نخلطوه ونطلقه. آآ من اللي كنتحل الكوكا واللالو السوداني مع مزهر وسكر غلاسي. كنزيد عليهم واحد آآ ثلاثة اللي معلقة زبدة دايبين. وغادي نجمع العقدان تاي غادي نجنها ونكورها. باش هكا غادي تصلحت آآ نديرها كويرات. وهي اللي غادي ندوز باش نلوي علي هادك الورقة ها دي اللي بسطيلة اللي قدت لكم. تبعوا معي الطريقة. نجنه عادي يعني بحالي كتاجني اي عقدة باش تجمعها. اي نزبدة مازالة سخونة. كنحاول نخلطها عايب شوية. هي فرح خلقة كتتلك باليد باش كتتلق ديك آآ ليدام ديالها باش بحالكة كتجي عقدة معلقة. ما بإمكاني نخلطها باي سباتشو ديش هاجو لكن ما كنجيش بحالة. نحطوه ملا جنب. وهدو ككويرات. نحطوه ملا جنب. وهدو ككويرات. هدو كويرات هم اللي غادي نلويوا اليوم ديك الورقة هدو بس طيلة. اني قدصابوهم كويرين شوية. لابدوا تصيبو حلوة صغر ديروهم عود كويرات صغيرين. سوف نستمر هكا حتى نكمل هدو العقدة اللي عندي كاملة ونطلقها معكم ان شاء الله. اشتركوا في القناة سوف نغطيهم بلاستيكا. باش يبقوا ورطبين باش ما ييبسوش. اصلاف غادي نخليهم علاجين بقوا عندوز باش نقطع الورقة ديال البستيلة ونديرها خوطات باش هكا غادي باش تصلح لي باش نستعمل بها الحلوة عندما معايا عندما بالنسبة للورقة البستيلة إلا عندكم القطعة ديال الورقة ديال البشنخة تقطعو بها بغيتو تقطعو بالمقص كتلويو الورقة طويلة وكتقطعوها على هات الشكل هادا انا قطعت هاد المرة غيب المقص بلما اخا عندي الماكينة ما استعملتاش سوفيو غادي نحاول نفكوهم وحيدا وحيدا حتى نكمل الورقة اللي عندي كاملة تقريبا نص كيلو كلها نص كيلو ديال اللوز ولا كوكو وكا نستعمل له نص كيلو ديال الورقة رجع ترجمة نانسي قنقر هنايا بالنسبة للورقة البسطيلة من اللي قطعتها وصيبتها كاملة فرقتها هنزيد عليها شوية ديال الزبدة بحلقة زبدة دايبة. عشان كاكا تجي الورقة مقرمشة من اللي كتب. غادي نخلطها بالدية وننطلقها باش ننطلق الحلوة ديالنا. دا ما غادي نخدو آآ جوج ديال الابيض لبيض. كان طربوه. وكان هزو كويرة ديال العقدة. وكان دوزوها في الابيض ديال البيض بحلقة. كاكا تغطس مزيان. وكان هزو الورقة ديال البسطيلة. وكان حاولو نلويوها عليها كاملة. باش هكا كاكا تجي ملوية بحل ما ما كتبانش تهاجة منها. وكاكا جي ملبسة بديك الورقة ديال البسطيلة. على هاد الشكل هادا. وغنحتها بفوق اللاطة مغطية هادا بالبابي هادا بالبابيال سير في ريزي. ولا كا غادي لزيب دا المهم اللي كان عندكو. مستغفوا ان خان نستمر على هاد الشكل هادا. حتى نكمل الكويرة اللي عندي كاملين. والورقة اللي عندي. كاتغطسو في في البيض البيض وكتلويو على عليها الورقة ديال البسطيلة. بعد الشكل هذا. صدقوني كاتجي رائعة ومقرمشة وشيشة والمدق ديال اللوز والا ديال الكوكو كيجي رائع. السافي غادي نستمر على هاد الشكل هادا كاتلوي الكويرة ديال اللوز في هادا في الاولا في البيض البيض ومن بعد في الورقة ديال البسطيلة وكان حط في اللاطة. من بعد غادي ندخلها للفران اللي مسخن على درجة حرارة 180 درجة ونخليها حتى تبالي بان الورقة ديال البسطيلة تحمرت من اللي تحت ومن الفوق ونخرجها. من اللي نخرجوها ان شاء الله ونطلقوه باش نطفعوها في العسل. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كيسي الفريزي. وتقريبا جاتني عشرين حبة. اه ولكن شطلي العقدة. غادي ندير بها رغيفات ان شاء الله دبا نشاركهم معكم. اه كتجي صدقوني كتجي رائعة. واكتر من رائعة. ما دق ديال الكوكا ولا اللوز اللي مقلي ومخلطة بالمزهر وصكار كلاسة كيجي لديد. اه من اللي طيب ان شاء الله يعني اقول لكم كان نديروها على فران درجة حرارة 180. نخلي واحدة تتحمر مزيان من اللي تحتو من الفوق ونخرجوها باش نطفعوها في العسل. هات الكويرات اللي بقاولي غادي نديروهم في بلاستيكة باش ما يبسوش. ونديروهم في تلاجة حتى نبغيهم ان شاء الله وغادي نجبدوهم باش نستعملهم. كيبقوا مزيانين ما كيوقع لهم تشي حاجة. هات شي دابا اللي شاط لي من نسكلو ديال العقداء. يعني نسكلو ديال الكوكاو اللي استعملت. شاط منو هاد الكويرات هادو غادي نستعمل منو ان شاء الله نصيب بيوم الرغيفة ديالليد. هاي هادي الحلوة ديالنة من اللي طابت من الفران هانتو ما تشوفوا اللون كيفاش كي يجي. وكاتجي مقروشة. ما خسكمش تخلي واتتتحرق بززا فغير تحمر وزبال لكم بأنها بدات تكارمش صافي وكاتحيدوها. اشتركوا في القناة ها ها هانيا غادي نجيب الاسل باش نخويليها. باش قتشرب بديك الاسل. وعد غا مدا نديرها في الكويرتات. ها هو دا العسل سبدا بغادي نجيب معلقة وامدا نخوي عليها من الفوق كتجيب هالشكل دي قلب اللوز ولا البقلاوة ولا اي حلوة تركية ولا هادي حلوة عندنا دي ما كنا نصيبها كتسمى حلوة مشاكة صدقوني كتجي رائعة واكتر من رائعة نتمنى انكم تجربوها وتنال اعجاب ديالكم وردو عليها فليكم ونطاق ان شاء الله كيف اجدتكم بغيت نطفيها في الاسل ولكن خفتها تفرتت فاش مكونك نطفيها من اللي احسن فكرت انني نبدأ ننقب عليها بحلقة بالمعلقة حتى تشرب كاملة وراكت بقنيت في تحت ديال التبصيل من بعد غامدا نلويها في ذاك الاسل ونحطها في الكويرتات ونحطها في كويرت ديال كابكيك إذا درت انتو مرحلوات صغار ممكن انكم درون في كويرتات صغار نلويها في ذاك الاسل بحلقة ونحطها في الكويرت دا بغا نستمر على الطريقة هذي كاملة حتى نكمل الكويرت اللي عندي ونطلقها وان شاء الله شكرا 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 نبغان دوزو باش نديروها في طبقة تخديم هتستفوها بطريقة اللي انجبعتكم يعني ماشي بضرورة ديروها بحال اللي درتها على النوبلة دي هتديروها بالشكل اللي يرضيكم أنا خديت هذا الطباس لهذا على شكل خميسة هو فاش غادي نقدموها وهذي الحلوة دي النام اللي ساليناها هايا دي كتجي لها تشكل هكا تقوني كتجي رائعة غي جربوها بعينيكم مغمضين ان شاء الله تنال اعجاب دي لكم في المادة قديلها وهذا تقديم دي لها الاخير وعيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بألف خير نتمنى انه يدخل عليكم بصحيحة والسلامة وطلط العمر يا الله السلام عليكم في فيديو قادم شكرا